نقدم هذا الكتاب ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا ياهو على ما قلته لي في رسالتك السابقة وهذا يوهو هو المشرف من جامعة يوهو على الرسالة سوف أجعل القص من محتوى طروحة رسالة الدكتوراه بالأضوح الكافي والمطابق لجميع التعليمات التي ذكرتها في صفحة هاشتاغ يوزيروفور لذا سوف أوضح أهم بنود مقصد طروحة هذه التي سيكون عنوانها قاموس العصر العربي من أي تزد حتى نعرف ما المقصود من قاموس العصر العربي من أي تزد ننظر إلى الأعلى سيتم كتابة الكلمات أو الأسماء في القاموس لو قرأنا من اليمين إلى اليسار حتى بالنسبة للسطر الأعلى كذلك الكلمة تقرأ من اليمين يعني السطر من اليمين والكلمة من اليمين فنقرأ اسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لإسم الله والرحمن لا يشتق منه الرحيم هنا طبعا الأول اسم أول الكلمة طبعا في الصورة الفاتحة هو باسم فلم تكتب البال أنها ليست كلمة والقاموس والقاموس يعتبر الكلمة هي الاسم وأيضا الفعل يشتق منه اسم فيعتبر اسم بمعنى لدينا اسم تحتها خط يعني هذا اسم واشتقت منها كلمة سمي يعني عندما يقول الإنسان لأحد آخر سمي الله وكل بيمينك يعني تفضل كل وأبدأ بيمينك سمي فعل مشتق من اسم الله لفظ الجلالة لا يمكن اشتقاء فعل منه اللي هي تانية تاني كلمة من اليمين يعني نقرأ أول كلمة ونقرأ كل كلمة من اليمين اسم الله اللام لا يتكرر مثل الكتابة بالعربي يعني بالإنجليزي لو كررنا اللام يصير ألل ألله ألله ولو نلاحظ في الترجمة بالإنجليزي في الجهة الثانية لما نذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة بسم الله طبعاً الله ليس الله وهنا ضرورة الرجوع لهذا القاموس فنريد الله نرجع لحرف الأ والقاموس يعني يقرأ الكلمة تقرأ من اليمين لليسار فتحت حرف الأ الله وقلنا هذه إشارة أكبر منه لتكرار الحرف نأتي إلى الرحمن أيضاً لا تتكرر لا يشتق منها فعل طبعاً الرحيم ممكن تكرارها لرحمة فتكون الرحيم هي الكلمة الأساس في سورة الفاتحة ورحمة فعل وهكذا سيكون المشروع أو الرسالة تشتمل في الجزء الأول على خمسة عشر سورة من القرآن الكريم لتحصى عدد الأسماء وحتى الأسماء من الأفعال يعني لو كان هناك فعل مثل في الفاتحة إهدنا سيكون إهدنا تحتها خط خط ثم من إهدنا من الفعل نقول هداية فعندنا اسم يستبدأ الهداية فإهدنا تحتها خط يعني هي موجودة في الكلام القديم الذي هو عمره أكثر من ألفين سنة اللغة العربية لأن الهداية هذه معروفة لأن الفعال معروفة قديمة جداً من إهدنا من الفعل نقول هداية فعندنا اسم يستبدأ الهداية فإهدنا تحتها خط يعني هي موجودة في الكلام القديم الذي هو عمره أكثر من ألفين سنة اللغة العربية لأن الهداية هذه معروفة لأن الفعال معروفة قديمة جداً فهنا الحديث حتى الله معروف لدى قريش قبل الإسلام أما الرحمن لم تكن معروفة فممكن نضع خط أو خطين ل الله والرحمن ثم ثم خط للرحيم ولذلك عندما نبحث مثلاً نريد نبحث عن الرحمن نذهب إلى حرف الأيه تحت حرف الأيه لكن الرحيم نجدها تحت حرف الأيه لأنها من الكلمات الموجودة وكذلك نجد رحمة لأنه من 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 رحيم رحمه رحمة فأيضاً رحمة أو رحمة ستكتب رحمة وليس رحمة لأنه رحمة اسم بنت فنكتبها رحمة فيها طبعاً الكلام بالعربي موجود أمامنا نكمل قراءته فسيكون عنوانها قاموس العصر العربي من A to Z هذا تم شرحه طبعاً هنا البنود أهم بنود فرضيات أطروحة تتلخص في التالي يعني هذا السبب فهذا السبب نأخد بريك نفتح البنود ما عليك أن تسجينها ماذا؟ تعال تعال ها؟ نعم نعم هنا قدنا اليكم فهنا يعني يأتي سؤال ما الفائدة من هذا؟ أو من هذه النتروحة؟ أو من هذا الكتاب فالفائدة أو الخمسة بنود الفرضيات يعني هي مثل العناوين ففي كل عنوان سنبدأ بالكلام عن الفرضيات الموجودة فالعنوان الأول مرجعية البحث في القاموس العربي من ألف للياء هي بالأفعال لكن هذا القاموس مرجعية البحث بالأسماء يعني ما نجد مثلا رحيم ما نبحث عن رحمة نبحث عن رحمة اسم يعني رحمة يجي منها رحمة فالأفعال مش مهم البحث عنه مثل القاموس العربي لأن كل الكلام أو الكلمات كلها أسماء فأي فعل له اسم فعل اسم فاعل أو اسم مفعول به أو اسم جنس مثل ضربة فالضرب يعتبر اسم جنس فهنا البند التاني شمولية صورة الفاتحة وجود فيها 23 حرف من 29 و24 و24 اسم وهم مشتقات الأسماء فهي أكثر النقطة الثالثة أسرار الست الحروف المفقودة أو التي لم توجد في صورة الفاتحة وأيضاً يتبعها ستة أسماء مثلاً حرف الشين ما هو موجود ففي شر ذكر في الناس وأيضاً ذكر في الفلق وحرف الث ذكر في وسط الكلمة في النفاثات في الفلق وذكر في وسط الكلمة في الكوثر لكن نحتاج نعرف في أول الكلمة ذكر فين في صور القرآن طبعاً نبدأ من الناس أول ما نجده نكتب اسم الصورة وحرف الث ذكر في وسط الكلمة في النفاثات في الفلق وذكر في وسط الكلمة في الكوثر لكن نحتاج نعرف في أول الكلمة ذكر فين في صور القرآن طبعاً نبدأ من الناس أول ما نجده نكتب اسم الصورة ونبدأ نشوف أشياء ممكن نعرض الصورة كلها أو آية وحدة اللي ذكر فيها فأربعة فشل التعليم العام في المدرسة العربية أو في المدارس العربية قل المدرسة لأن المدرسة تختلف عن المدارس يعني المدرسة تشمل المناهج والنقطة الخامسة تعليم لغة كلام الناس والجن يعني الجن والملائك أكتفي بهذا القدر وشكر